السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالنص التقويم المخصص للوحدة الأولى أسبوع سادس من مرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة طبعة 2021 إذن عنوان النص هو المرأة المغربية المهاجرة إذن أولا سنقرأ النص قراءة سليمة ثم أتلفظ الأصوات والمقاطع تلفظا صحيحا يعني سنقرأ النص بعد ذلك سنمر للإجابة عن أنشطة أفهم إذن تابعوا معي النص المرأة المغربية المهاجرة أصبحت النساء المهاجرات اليوم أزيد من نصف المهاجرين المغاربة بالخارج نساء التحقن بأسرهن ونساء هن باحثات عن العمل من أجل تحسين ظروفهن الاجتماعية ونساء من بنات الأجيال الأولى للهجرة المغربية نساء كلهن مساهمات في دور المرأة المغربية في بلد المهجر وفي وطنها جنبا إلى جنب مع الرجل دون كلل أو أدنى تمييز لقد باتت المرأة المغربية في الخارج مشهورة في السياسة والقانون والاقتصاد والثقافة والريادة وبلغت مكانة في العلم وهكذا صارت المرأة المغربية في المهجر رئيسة للبرلمان في هولندا وباتت وزيرة في فرنسا وأمست ممثلة للشعب في برلمانات إيطاليا وبلجيكا وكندا وهي اليوم تدير مراكز علمية مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية وتشتغل في محطات تلفزيونية في الخليج كما تعمل في الدول الإفريقية في سبيل السلم والسلام إذن هذا هو النص الذي يتحدث عن إنجازات المرأة المغربية المهاجرة وعن فرضها لوجودها ومكانتها وقدرتها وكفاءتها جنبا إلى جنب إلى أخيها الرجل المهاجر المغربي وذلك في مساهمة منهما في دورهما في بلاد المهجر وكذلك في وطنهما دون كلل أو أدنى تمييز بين الجنس هذا ذكر أو هذه أنت هذا رجل أو هذه مرأة بل على العكس تفوقت المرأة المغربية بالخصوص المهاجرة في ميادين عدة إذن فنجدها اشتغلت رئيسة للبرلمان ووزيرة وممثلة للشعب في البرلمان وإلى غير ذلك من مناصب القرار ومناصب مهمة جدا في بلاد المهجر إذن هذا هو مضمون النص بصفة عامة الآن سنمر إلى أنشطة أفهم سؤال أول أدع سطرا تحت الكلمة المناسبة إذن معنى كلل هل هي نوم أو جهد أو تعب إذن بطبيعة الحال الكلل هو التعب إذن الكلمة الصحيحة هي تعب ضد أدنى إذن أدنى هو أعلى إذن الكلمات المقترحة أقرب وأعلى وأبعد إذن الكلمة الصحيحة هي أعلى عائلة الكلمة تدير إذن الاقتراحات التي لدينا هي إنارة الإدارة المدار إذن إدارة هي الكلمة الصحيحة سؤال الثاني هاجرت المرأة المغربية لأسباب أعزل مما يأتي سببا لم يذكر في النص إذن التحاق بالأسرة ذكر في النص الدراسة في المهجر لم يذكر إذن هذا الاقتراح لم يذكر في النص البحث عن عمل كذلك والإزدياد في المهجر إذن بالنسبة للإزدياد في بلاد المهجر هو لم يذكر ولكن هناك يعني لم يذكر بصفة صريحة لكن هناك إشارة إليه بصورة ضمنية إذن في هذه الجملة والنساء من بنات الأجيال الأولى للهجرة المغربية يعني الأسر المغربية التي هاجرت إذن بعد إزدياد الأطفال رجالا وذكورا وبناتا إذن فبنات الأجيال الأولى يعني النساء المغربيات التي لواتي ولدنا في بلاد المهجر يعني بالنسبة للإزدياد يعني يمكن أن يقول أحدكم الإزدياد في المهجر لم يريد ذكرها في النص لكن هناك إشارة إليها ضمنية في النص إذن بالنسبة للجواب فالدراسة في المهجر هو السبب الوحيد الذي لم يذكر في النص سؤال الثالث أصل بين كل منصب والبلد المناسب لا حسب ما ورد في النص إذن المنصب الذي تولت فيه المرأة رئيسة للبرلمان أو البلد الذي تولت فيه المرأة رئيسة برلمان هو هولندا حسب النص إذن بالنسبة للوزارة إذن فقد تقلدت منصب وزيرة في فرنسا إذن سنصل كلمة الوزارة بفرنسا إذن بالنسبة للبحث العلمي إذن فهي تدير مركز علمية مهمة في البحث العلمي يعني في الولايات المتحدة الأمريكية إذن بالنسبة لهذا المقترح فهو خاص بالولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للتلفزيون إذن فهي تشتغل في محطة تلفزيونية بدول الخليج وتعتبر سفيرة السلام والسلم العالمي إذن في ماذا؟ في إفريقيا إذن هذا هو الجواب الآن سنمر إلى التحليل والتركيب مع السؤال الأول أعين في النص جملا تدل على ما يأتي إذن عدد النساء المهاجرات إذن سنستخرج من النص جمل تدل على أن عدد النساء المهاجرات أو عددهم في بلاد المهجة إذن جوابا عن هذا السؤال إذن عدد النساء المهاجرات إذن أصبحت النساء المهاجرات اليوم إذن جاء في النص هذه الجملة أصبحت النساء المهاجرات اليوم أزيادة من نصف المهاجرين المغاربة بالخارج إذن هذه هي الجملة التي توضح عدد النساء المهاجرات بالنسبة للمساواة بين الرجال والنساء إذن جاء في النص كذلك نساء كلهن مساهمات في دور المرأة المغربية في بلاد المهجر وفي وطنها جنبا إلى جنب يعني مساواة مع الرجل جنبا إلى جنب مع الرجل دون كلال أو أدنى تميز إذن هذه الجملة فهي توضحه وتدل على المساواة بين الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذن المكانة العلمية للمرأة إذن جاء في النص هذه الجملة إذن استخرجتوا عفوا لكم جملتين إذن وبلغت مكانة في العلم إذن هذه الجملة فهي تدل على المكانة العلمية للمرأة وكذلك وهي اليوم تدير مراكز علمية مهمة إذن لدينا جملتان توضحان المكانة العلمية للمرأة المهاجرة إذن الآن سنمر أصدقائي إلى السؤال الثاني السؤال يقول أستعمل في جمال الكلمات الآتية الزيادة من أجلي دون في سبيلي إذن سأقترح عليكم الجمال التالية إذن يبلغ عدد الملقحين الزيادة من 20 مليون إذن وظفت هذه الكلمة في هذه الجملة الزيادة أجتهد في عملي من أجل تحقيق أحلامي إذن من أجل لاحظوا الكلمة من أجلي لا تستطيع النجاح دون بدل مجهود إذن دون بدل مجهود أسلك كل الطرق في سبيل العلم السؤال الموالي إذن السؤال يقول أكمل الفقرة في سطر أو سطرين مستعينة بالنص إذن هذه الجملة سنتممها لنحصل على فقرة المرأة المهاجرة مساوية للرجل المهاجر لأنها إذن أقترحت عليكم هذه التكملة لنركب فقرة المرأة المهاجرة مساوية للرجل المهاجر لأنها تشاركه في خدمة وطنها وتحقيق أحلامها لقد صارت تنافس الرجل في تقلد مناصب عليا في جميع الميادين وتمكنت من فرض وجودها وكفاءتها إسوة بالرجل المهاجر إذن هذه هي الفقرة بعد إتمامها وذلك استعانة بما جاء في النص من مضامين وأفكار إذن أصدقاء الآن سنمر إلى السؤال الموالي إذن السؤال خاص بالتطبيق اللغوي والإملاء إذن أولا سنبدأ مع الشكل والإعراض إذن السؤال الخاص بالشكل أضبط الفقرة الأولى بالشكل التام إذن سنرجع إلى الفقرة الأولى من النص إذن لنقوم بشكلها إذن سأشكلها ثم سنقرؤها معا إذن بعد شكل هذه الفقرة الفقرة الأولى من هذا النص إذن سنقرؤها جميعا إذن أصبحت النساء المهاجرات اليوم أزيد من نصف المهاجرين المغاربة بالخارج نساء التحقن بأسرهن ونساء هن باحثات عن العمل من أجل تحسين ظروفهن الاجتماعية ونساء من بنات الأجيال الأولى للهجرة المغربية نساء كلهن مساهمات في دور المرأة المغربية في بلد المهجر وفي وطنها جنبا إلى جنب مع الرجل دون كلل أو أدنى تمييز إذن هذا هو الجواب عن السؤال خاص بضبط الفقرة الأولى بالشكل التام الآن سنمر إلى السؤال الثاني أعرب الكلمتين اللتين تحتهما خط في النص إذن لاحظوا معي الكلمتين اللتين تحتهما خط في النص إذن وزيرتان وتدير إذن بالنسبة لوزيرة فهي خبر للناسخ الفعلي باتت باتا وتدير فعل مضارع مرفوع إذن لنجيب عن الإعراب إذن جوابا عن الإعراب إذن بالنسبة للإعراب إذن وزيرة خبر باتا منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح تدير فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إذن نمر الآن إلى الصرف والتحويل إذن السؤال الأول أميز الأفعال مجرد والأفعال المزيدة مع تبيان أحرف الزيادة إذن الفعل كتب إذن فعل كتب مجرد أدرك إذن الفعل أدرك مزيد بالألف لأن أصل الفعل هو درك استغل كذلك مزيد بالألف والسين والت لأن أصل الفعل هو غلى اقتصد كذلك مزيد بالألف والت لأن أصل الفعل هو قصد بالنسبة للفعل يدوم إذن أصل الفعل هو دامة هنا فقط هياء المضارع تصريف الفعل في المضارع فهي لا تعتبر من أحرف الزيادة إذن فهو فعلون ماذا؟ مجرد يبتسم إذن أصل الفعل هو بسمة إذن هنا أحرف الزيادة عندما نرجع الفعل إلى أصله يبتسم إذن أحرف الزيادة الألف وتع وعد فعل مجرد إذن جوابا عن هذا السؤال إذن كتب فعل مجرد كما قلت الفعل المزيد أدرك فعل مزيد أحرف الزيادة الألف إذن استغلى كما قلت أصل الفعل هو غلى إذن أحرف الزيادة الألف والسين والتاء كذلك اقتصد أصل الفعل هو قصد إذن أحرف الزيادة الألف والتاء يدوم فعل مجرد لأنه هنا فقط مصرف في المضارع إذن أصله دامة وليست هناك أحرف زيادة يبتسم أحرف زيادة الألف وتع عد فعل مجرد السؤال الثاني أحدد الفعل الصحيح والفعل المعتن فيما يأتي علم ظن قال نوى إذن علم فعل صحيح كذلك ظن فعل صحيح إذن بالنسبة لعلم فعل صحيح مثال فعل صحيح سالم بالنسبة للفعل ظن فهو فعل صحيح مضاعف بالنسبة للفعل قال فهو معتل أجوف لأنه معتل وسط بالنسبة للفعل نوى فهو معتل لفيف مقرون لماذا لقتراني أحرف العلة الوى ولياء في آخر الفعل إذن المطلوب مننا فقط هو أن نحدد الفعل الصحيح من الفعل المعتل إذن علم وظن فعل صحيح والفعل المعتل قال ونوى الآن سنمر إلى التركيب أحدد خبر مبتدأ ونوعه فيما يأتي المرأة تشارك الرجل في العمل المهاجر طموحه كبير إذن بالنسبة للمبتدأ في الجملة الأولى المرأة وخبرها تشارك الرجل في عمله إذن نوع الخبر هنا هو جملة فعلية لأنها تبتدئ بفعل إذن نوع الخبر جملة فعلية المهاجر طموحه كبير إذن طموحه كبير خبر المهاجر يبتدئوا لاحظوا معي الطموح مصدر إذن فهي جملة اسمية جملة اسمية الآن سنمر إلى الإعراب باتت المرأة المغربية مشهورة إذن لنقرأ الإعراب باتت ناسخ فعلي وتاء التأنيت لا محل لها من الإعراب المرأة اسم باتا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره المغربية نعت تابع لمنعتي في جميع صفاتي وحركاتي المغربية فهو نعت لكلمة المرأة مشهورة خبر باتا منصوب وعلامة نصبي الفتحة الضاهرة على آخره نمر الآن أصدقائي إلى الإملاء أجمع الكلمات الآتية وأبين نوع التأي فيها كما في المثال لاحظوا معي المثال لدينا طائرة جمعها طائرات نوع التأي مبسوطة لماذا؟ لأنها جمع مؤنة سالم إذن نفس الشيء سنفعله وسنقوم به مع وردة الراعي طفلة الساعي سيارة إذن بالنسبة لكلمة وردة إذن جمعها وردة نوع التأي مبسوطة السبب جمع مؤنة سالم بطبيعة الحال الراعي إذن جمعها الرعاة إذن نوع التأي فهي مربوطة لماذا؟ قبلها ألف إذن ألف طفلات طفلات كذلك نوع التأي مبسوطة جمع مؤنة سالم الساعي السعات يعني نفس الشيء مثل الرعاة إذن مربوطة لماذا؟ قبلها ألف ويوقف عليها نقول السعاء مثلا عندما تكون في آخر الجملة السعاء أو الرعاة يوقف عليها سيارة سيارات نوع التأي مبسوطة لأنها جمع مؤنة سالم الآن السؤال الثاني أضع الهمزة المناسبة في المكان الفارغ مع الشكل إذن أقرأ أخرج إكرام اجتهد إذن أقرأ تكتب بواسطة همزة قطع أو تكتب الهمزة همزة قطع أقرأ لأنها تنطق وعند إضافة لواو مثلا سنقول وأقرأ فأقرأ فهي تنطق كذلك وأخرج إذن أخرج ستكتب بهمزة قطع إكرام إذن مصدر فعل أكرم فعل الرباعي يكتب بهمزة القطع إكرام إجتهد إذن إجتهد فعل أمر فهو يكتب بهمزة وصل لأنه نقول واجتهد فهي تكتب ولا ولا تنطق إذن لا تنطق الهمزة في الكلمة إذن سنكتبها همزة وصل نمر الآن أصدقائي إلى النشاط الموالي إذن والأخير إذن النشاط الخاص بالتعبير الكتابي أولا سنحدد أفكار النص دائما نص المهاجرة المرأة المغربية المهاجرة سنحدد أفكار النص وسنقوم بكتابة ملخص لهذا النص عبر الربط بين هذه الأفكار إذن سنتمم كل عبارة بما يناسب من النص هاجرت المرأة المغربية من أجلي ثم اشتهرت المرأة المغربية المهاجرة أو اشتهرت المرأة المغربية المهاجرة بي أو عاملة المرأة المهاجرة في إذن تتمت هذه الأفكار نقول هاجرت المرأة المغربية من أجل الالتحاق بأسرتها والبحث عن عمل أو عن العمل اشتهرت المرأة المهاجرة بالسياسة والقانون والاقتصاد والثقافة والرياضة وعاملة المرأة المهاجرة في البرلمان والوزارة والتلفزيون وإدارة مراكز العلوم إذن سنعتمد على هذه الأفكار الأساسية لتلخيص النص لكن يجب الانتباه لمعلومة مهمة هنا عند كتابة الملخص يجب أن نوظف الروابط مثلا إذن هذه الروابط فهي فقط مقترحة سنوظف البعض منها ليس كلها ولا يمكن أيضا أن لا نوظف أي رابط من هذه الروابط بل يجب أن نوظف من هذه الروابط وثانيا أكتب الملخص في نحو 30 كلمة يعني تقريبا 30 يعني في مجال الثلاثين كلمة ثم سنصحح الملخص لغويا إذن فهنا المطلوب يعني ليس أن نلتزم تماما تماما بـ 30 كلمة لأنه يصعب ذلك ولكن يجب أن لا يتجاوزت 30 كلمة بكثير جدا ويجب أن لا يقل كذلك عن 30 كلمة بشكل كبير إذن التلخيص الذي أقترحه عليكم هو كالتالي لا شك أن المرأة المغربية هاجرت للالتحاق بأسرتها إذن الفكرة الأولى بأسرتها والبحث عن عملي لتحسين ظروف عيشها إذن هنا سنضع فاصلة ولاحظوا معي لقد وضفت لا شك إذن هذا الرابط اللغوي لا شك من المعلوم أنها لاحظوا كذلك وضفت من المعلوم أنها ساهمت في دورها إذن للربط بين الفكرة الأولى والفكرة الثانية من المعلوم أنها ساهمت في دورها إلى جانب الرجل دون أي تمييز واستعملت الرابط وهناك للربط كذلك بين الفكرة الثانية والثالثة وهناك أصبحت مشهورة في ميادين مختلفة ولقد تقلدت مناصب مهمة إذن تقريبا هذا التلخيص فهو تقريبا 33-34 كلمة يعني أننا نلتزمنا بشكل كبير بالتعليم القائلة بأنه يجب أن يضم أطلخيص نحو 30 كلمة إذن أصدقائي بهكذا نكون قد أنهينا الإجابة عن أنشطة التقويم الخاص بهذه الوحدة أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل وساعدتكم كذلك ولو بالقليل إذن نحن لا نرجو المثالية بل نحن فقط نساعدكم على فهم الدروس وفهم ما يتطلبه السؤال وتقديم يد المساعدة لا غير إذن أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو معيدنا إن شاء الله تعالى مع دروس الوحدة الثانية كونوا في الموعد دائما على نفس القناة